اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تعدهم ولكنهم في النائبات قليل هذا مثال على ما يعانيه الإنسان عندما يقع في أنواع من البلاء ما هو نوع البلاء الذي نزل بأيوب عليه السلام ومن الذي بقي معه من أهله ولماذا أقسم ليضربن امرأته مئة صوت لماذا أقسم وهي الصابرة معه التي بقيت ترعاه وتحيطه وتخدم في بيوت الناس لأجل أن تنفق عليه هل يكون جزاؤها هذا وما هو نوع اليمين الذي حلفه أيوب عليه السلام وما هي أنواع الأيمان وهل لما أقسم كفر عن يمينه ولم ينفذ اليمين أم أن الله تعالى جعل له مخرجا من هذه اليمين فلا يعتبر قد حنث في يمينه يعني لا يعتبر لم ينفذها لكن الله جل وعلا جعل له مخرجا فيه نوع من الرفق بامرأته ونوع من تحقيق اليمين الذي أقسم به وهل يجوز استعمال مثل هذه الطرق في الخروج من الأيمان وما هي نوع اليمين أصلا وما هي العبرة مما أصاب أيوب عليه السلام وهل هو النبي الوحيد فقط الذي أصابه المرض ولماذا لم يدع أيوب من البداية منذ أن نزل به البلاء لماذا ما رفع يديه ودع الله أن يزينه عنه هل يستحب للمؤمن إذا نزل به البلاء أن يصبر عليه أم أن يسعى لرفعه عنه واحد نزل به بلاء مرض هل نقول يستحب أن تصبر على مرضك حتى ربما تموت بسببه بعض الأمراض يعني بحسب تجربة الأطباء والعلم عند الله تعالى لكن بحسب تجربة الطب معروف أنها إذا لم تعالج يموت منه فمثلا لو أن إنسان جاء وقطع شرايين يده أو يديه هذا معروف طبيا أنه ينزف حتى يموت فمثلا لو أن إنسانا أصيب بهذا في حاد أو أصيب بمرض معين هل نقول له الأفضل أن تصبر كما صبر أيوب حتى الدعاء لا تدعو الله أن يزيله عنك أم أن أيوب عليه السلام له حالة خاصة تعالوا خلال هذه الخمسين دقيقة نتكلم عن بعض الفوائد المتعلقة بقصة أيوب عليه السلام أيوب عليه السلام نبي من الأنبياء وهو من ذرية نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام إبراهيم كان له إسماعيل ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ثم تناسل الأبناء من إسماعيل ومن إسحاق الذين من إسحاق كلهم أنبياء يعقوب يوسف واستمروا إلى مريم موسى ثم مريم ثم بعد ذلك توقف عند عيسى عليه السلام إسماعيل عليه السلام رزق بذرية لكن ذريته لم يكونوا أنبياء كانوا ناسا يعني عاديين ولم يكن من أبناء إسماعيل عليه السلام نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك كان من حقد اليهود على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن عدم إيمانهم به أنهم قالوا كيف تخرج النبوة من ذرية إسحاق نحن نريد النبوة أن تستمر في ذرية إسحاق ولذلك زكريا عليه السلام لما لم يرزق بأولاد وهو ابن أنبياء فهو إذا عد أجداده يعدهم إلى إبراهيم فهو يخشى زكريا أن ينقطع النبوة بموته لأنه لم يرزق بولد فقال فهب لي من لدنك وليا يريثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي ولذلك زكريا عليه السلام يقول يريثني يعني يريث النبوة لا يقصد يريث المال إنما يقصد لأن الأنبياء لا يورثون أصلا لو ملك زكريا ما ملك من المال لا يورث أصلا لكنه يقصد أن يرث النبوة كما قال الله تعالى وورث سليمان داود يعني ورث النبوة وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير الآيات فأيوب عليه السلام ورث النبوة عن من كان قبله ومن ذرية إسحاق ابن إبراهيم وكان داعية في قومه يدعوه من الإيمان بالله وآمن معه جمع من قومه ثم ابتلاه الله تعالى ابتلاه الله تعالى قيله إن أيوب عليه السلام هو أول من أصيب بداء الجدري وداء الجدري كما تعلمون هو يخرج في الإنسان أشياء من النتوآت في الجلد ويكون فيها ماء وقيح وصديد ونحو ذلك واليوم مع وجود الطب الحديث واللقاحات ونحوه لا يكاد أن يوجد يعني أصبح هناك لقاحات وفق الله إليها الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهل فوفق الله الناس اليوم أن علموا الدواء الذي يداو به الجدري وعدد من الأدواء التي كان يموت بسببها الناس في السابق وأصبح هذا الجدري لا تكاد تجده مع أنه ربما يعني أنا بنفسي رأيت بعض كبار السن وربما بعضهم لا يزال موجودا إلى اليوم ممن أصيب بالجدري في صغره أصيب بالجدري وأذكر أن منهم أحد العلماء ولا يزال موجودا إلى اليوم وكنت قد سأله بعض الزمن مرة وقد كف بصره فيسأله كيف كف بصره قال أصيبت بالجدري وأنا صغير قال كيف قال كنا في القرية وجاء من وانتشر عندنا الجدري وجاء من يعطينا اللقاح يقول واللقاح هو عبارة عن قارورة في هذا اللقاح يأخذ بملعقة أو بشيء يجرحك بموس ويأخذ من هذا اللقاح ويضع على هذا الجرح ما كان فيه تطعيم وإبر ونحو ذلك هذا الكلام قديم يعني قبل سنوات طويلة يقول فتطعمت أنا وأخي عند هذا جاء وجرى حناء ووضع علينا من هذا الترياق المضاد للجدري وذهبنا يقول فدخلنا إلى مزرعتنا فأما أنا فلما رأيت البركة بركة الماء قفزت فيها أسبح وأما أخي فلم يفعل فزال اللقاح الذي وضعه ذاب في الماء فمضت أيام فأصبت بالجدري ثم عميت بسببه وشفان الله تعالى من الجدري لكن لا تزال آثاره على يعني لمن يراه وقد كف بصره فالجدري كان موجودا إلى عهد قريب لكن الحمد لله أن الله تعالى وفق الناس ووفق الإنسان إلى معرفة كيف يتقي هذه الأمراض فقيل إن أيوب عليه السلام هو أول من أصيب به داء الجدري وابتلاه الله تعالى أيضا بذهاب ماله وولده وذهاب الأولاد فجأة لا يزال موجودا إلى اليوم يعني بعض الناس تسمع قصته فيقول لك والله أنا رجعت إلى البيت وإذا البيت محترق مثلا بزوجتي وأولادي وماتوا كلهم في لحظة واحدة مثلا أو تقول له مثلا يعني أنت عمرك مثلا خمسون سنة ما أشوف عندك أولاد فيقول والله كان عندي مثلا ثمانية أو عشرة لكن صار لي حادث ومات أولادي جميعا مثلا فالمصيبة قد تنزل ويذهب ذرية الإنسان كلهم وربما ذهب ماله أيضا يذهب ماله بأي جائحة أو جائفة من ماله ويذهب فابتل الله تعالى أيوب عليه السلام فذهب السيل بماله كان عنده إبل وبقر وغنم فجاء السيل وهي في هذا الوادي وحملها كلها فذهبت أمواله ثم جعل الموت يفتك بأولاده واحدا واحدا وزوجاته حتى لم يبق معه إلا زوجته فقط وابتلي بمرض الجدري وهو مرض جديد عليهم ورأوا هذا القيح والصديد على جلده وعلى وجهه فخاف الناس أن يصيبهم هذا الداء فطلبوا منها أن يخرج من بلدتهم فخرج وجلس في خباء في خيمة بعيدة عن هذه البلدة ولم يبق معه إلا امرأته عليه السلام وبقي مدة على هذا الحال أصيب في أولاده وأصيب في زوجاته وأصيب بماله وأخرج من البلد الذي يسكن فيه ذكروا أن الخليفة هارون الرشيد دخل عليه جمع من الناس يسلمون عليه وفد من وفود العرب فرأى من بينهم رجلا كفيف البصر فسأله عن بصره متى ذهب فقال إن لذلك عندي خبر قال وما الخبر قال أنا رجل من بني عبس وقومي يعلمون أنه ما كان فيهم أحد أكثر مني مالا وولدا لا أحد فيهم أكثر مني مالا وولدا يقول فعدى السيل على مالي يعني نزل مطر شديد والبقر والغنم والإبل ذهبت بهذا السيل جرفها السيل والسيل الماء إذا كان قويا يعني ربما هدم البيوت فما بالك بهذه الدواب فذهب بمالي يقول وذهب بولدي تهدمت البيوت وحمل النساء والأولاد قال ولم يبق لي إلا جمل وولد لي صغير وجدته حيا فحملت الولد وركبت الجمل وذهبت غادر المكان ما يدري أين يذهب وذهبت فنزلت في بعض الطريق ونزلت بولدي وأخذت أصنع طعاما أطعم الولد وأكل فند البعير البعير هرب فذهبت ألحق البعير فركلني البعير أو نحرني ضربني برجله رفسني برجله فضربني بين عيني فأصابتني غشاوة صار ما ما يستطيع يرى جيدا وسمعت صراخ الصغير فرجعته إلى الصغير سريعا وإذا الذئب يأكله وقد شق بطره ويأكل الصبي فلم ألبث أن ذهب بصري مع الضربة ذهب بصره فعجب الخليفة وقال سبحان الله ما رأيت أعظم منك مصيبة فيا نائم الليل مسرورا بأوله إن المصائب قد يتركن أسحارا إنسان قد تنزل به المصيبة ولذلك ذكر الله تعالى قصة أيوب عليه السلام عبرة وعظة عبرة في الصبر على المصيبة عبرة على أن نزول المصيبة بمالك أو بولدك أو بمرض أو ما شابه ذلك لا يدل على أن الله تعالى يبغضك أو أن الله يريد أن يسوأك بل ربما ابتلاك الله تعالى ليرفع قدرك ربما أخذ منك ولدك أو مالك أو أمرضك أو ما شابه ذلك لأجل أن يرفع الله تعالى بهذا قدرك أيوب عليه السلام لبث في مرضه وقتا طويلا قيل لبث سبع عشرة سنة وقيل لبث سبع سنين وأشهر وقيل غير ذلك من الأقوال قالت له امرأته يوما وقد جزعت قالت يا أيوب إلى متى نحن على هذا الحال إلى متى وأنت مريض وأنا مرافقة معك ولوحدنا في هذا المكان إلى متى على هذا الحال فقال لها هل تذكرين النعيم الذي كنا فيه قالت نعم قال كم لبثنا في ذلك النعيم قالت سبعين سنة سبعين سنة ونحن نتنعم بأنواع النعيم قال فكم لنا في هذا المرض قالت سبع سنين فقال فاصبري حتى نكمل سبعين سنة في البلاء كما أكملنا سبعين سنة في الرخاء وهذا واقع الإنسان إذا صابه بلاء نسي كل الرخاء الذي عنده وربما لو مات ولده نسي أن عنده خمسة أو ستة أولاد آخرون ولو ذهب بعض ماله لنسي المال الأكثر الذي أبقاه الله تعالى عنده ولذلك الإنسان لا ينبغي أن يجزع على مصيبته يعلم أن الله تعالى يبتلي من يشاء ويعطي من يشاء ويأخذ ممن يشاء ويمنع من يشاء ويهب من يشاء ولذلك أنزل دائما حاجتك وضرك به سبحانه فهو يقول لها أصبري اللي نعمنا سبعين سنة وابتلانا سبع سنين قد أحسن إلينا أصبري حتى يبتلين سبعين سنة كما نعمنا سبعين سنة ثم قولي بعد ذلك متى يأتي الفرج والسمر أيوب على هذا الحال وكانت زوجته تذهب تتكسب له وهو لا يستطيع أن يتكسب لمرضه لو ذهب إلى إنسان وقال أنا باشتغل عندك راعي غنم قال لا أنت ممكن تصيب غنمي بالعدوى لا لا أرجوك ابتعد لو قال أنا باشتغل عندك حارس بستانك أو باشتغل عندك أجني لك الثمر أو أي شغلة الناس لا يشغلون عندهم يخشون أن ينقل المرض إليهم فهم يبتعدون عنه فلم يكن هناك يشتغل إلا امرأته وبدأت امرأته أيضا كانت تخدم في البيوت تدخلها البيت تغسل ملابسهم يعطونها طعام أجرة تدخل هذا البيت تصنع لهم شيئا تحلبوا مثلا شاتهم أو تصنع كذا ويعطونها أجرتها وتأتي بطعام كل يوم وكل يوم يسألها ماذا اشتغلت اليوم تقولوا والله اليوم غسلت ملابس اليوم فعلت كذا اليوم صنعت كذا ثم بدأ الناس لا يستعملونها خشوا أن المرض الذي فيه أيوب أنه قد انتقل إليها وأنها تنقله إليهم فإذا جاءت امرأة أيوب عليه السلام تشتغل عند ناس وعرفوها قالوا لا 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 تشتغلين عندنا يذهبي إلى غيرنا فصارت ترجع إليه ما معها شيء وجاعت وجاع فلم يكن عندها شيء تبيعه لكن كان لها ضفيرتان حسنتان لها شعر طويل حسن فقصت ضفيرة منهما وصلحت الشعر وباعته على بنت من أشرافهم يعني تاجرة غنية وقد يقول البعض طيب وتلك البنت ماذا تصنع به تصل به شعرها كانت النساء يتفخرن بالشعر الطويل فإذا أعطتها هذا الشعر أعطتها مثلا شبر شبرين شعر تأتي تلك المرأة وتضعه مع شعرها وتجدله فيصبح جديلتها بدل ما هي شبرين تصبح أربعة أشبار فيصبح يعني تفتخر أمام النساء طبعا هذا محرم لعن الله الواصلة والمستوصل هذا غش لكن كانوا يفعلون ذلك ثم جاءت إليه بالطعام بعدما باعت الشعر جاءت إليه بالطعام وأكل قال ماذا اشتغلت اليوم قالت والله خدمت عند ناس وهم غطية شعرها ثم بعد أيام جاءت وجاء فذهبت وباعت النصف الآخر من الشعر وجاءت إليه بطعام فقال اكشف عن رأسك فكشفت وإذا شعرها قد قص فغضب يعني كيف تفعلين بشعرك كذا كيف ما تستأذنين مني ما تخبريني طيب ممكن عندي حل ممكن وغضب عليه السلام وأقسم ليضربنها مئة صوت تأديبا ثم مرت الأيام وكان هو عليه السلام رجلا حييا حتى من امرأته فإذا أراد أن يقضي حاجته ويغتسل تذهب معه امرأته حتى يختبئ في مكان وراء شجره أو نحو ذلك فإذا انتهى قام وناداها وتأتي تعينه على المشي فذهب وقضى حاجته يوما أو اغتسل ثم لما انتهى قام وناداها فلم تأتي إليه إما أنها ذهبت في حاجة أو تأخرت عنه فأوحى الله تعالى إليه لما رأى أنه أصيب يعني إلى درجة أنه بدأت أحتاج إلى الناس أحتاج إلى امرأتي تأتي وتحملني وتضعني يا ربي لا تحوجني إلى خلقك فقيل إنه في هذا الحال دعا قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم وقيل إن سبب دعائه أن الرجلين من أخص أصحابه وإخوانه مر يوما به فقال أحدهما للآخر والله ما أظن هذا البلاء نزل بأيوب إلا بذنب عظيم أحدثه ما أحدثه أحد من العالم يعني ما أنزل الله بك هذا البلاء إلا بذنب ربما عندك خبيئة بذنب بينك وبين الله فعاقبك الله بذلك يقولون فلما سمع هذا الكلام دعا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يعني يا ربي أنا أستغيث بك وأستنزل رحمتك يا ربي ارحمني وأحسن إلي وتكرم وتفضل وإذا نزلت رحمة الله على العبد أعطاه الله أكثر مما يؤمل دائما إذا نزلت إليك الرحمة أبشر بالخير إذا نزلت عليك الرحمة فأبشر بالخير موسى عليه السلام نزلت عليه الرحمة وقد كان موسى عليه السلام يريد من أخيه هارون أن يصبح وزيرا معه فقط أن يصبح وزيرا معي قال الله تعالى ووهبنا له من رحمتنا إيش أخاه هارون وزيرا لا قال نبيا لأننا رحمناه ونزلنا عليه الرحمة أعطيناه أكثر مما يؤمن إذا نزلت عليك الرحمة أبشر بالخير ولذلك قال الله تعالى ذكر كافها يا عيصى الذكر رحمة ربك من عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتع ثم قال الله تعالى في آيات أخر فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله معجزة ومصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين شف إذا نزلت عليك الرحمة فلا تسأل عن شيء بعدها ولذلك أيوب عليه السلام لأنه يعلم إذا نزلت رحمة الله على العبد أعطاه أكثر مما يؤمل ما فيه نبي دع الله تعالى بشيء وأعطاه الله شيء فقط بل يعطيه أكثر وأعظم لأنه كريم لأنه يعلم أن الله كريم أيوب عليه السلام طلب شيئا واحدا بس إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا ربي أنا مريض اشفني من مرضي فماذا أعطاه الله شفاه من مرضه ووهبنا له أهله يقول ابن عباس أعاد له أولاده نفسهم أحياهم له من جديد إكراما له ومعجزة وقيل أعطاه أكثر منهم لكن أولئك مضوا إلى رحمة الله كلاهما قول للمفسرين ووهبنا له أهله وإيش ومثلهم معهم ليش رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ذكرى للمتعبدين ذكرى لعبادنا الذين تنزل بهم المصيبة انذكركم ونعطيكم عبرة ترى أيوب لما صبر أعدنا له ما كان يملك من مال وولد أعدناه إليه مضاعف ليش رحمة من عندنا أن تقول وأنت أرحم الراحمين خذ الرحمة يا أيوب رحمة من عندنا وذكرى للعابدين كل من كان عابدا لله ويعد نفسه من عباد الله إذا استغثت بالله جل وعلا وستنزلت رحمته ارحمني يا رحيم يا رحيم ارحمني يا رحيم ارحمني الهج بها اعلم أن الله إذا رحمك أعطاك أكثر مما تؤمل وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوالثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى هو لا يريد إلا هذا فقط يا ربي أعطني ولد لا وأصلحنا له زوجة أعطنا الشيء ما هو بشيء واحد إذا جاءتك رحمة الله كما قال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل إذا جاءك رحمة الله لا تسأل عن شيء بعدها لا يمكن أنك تطلب من الله تعالى شيئا واحدا إلا يعطيك الله تعالى أعظم مما تظن وأعظم مما تؤمل وربما أعطاك ما لا يخطر على ذلك لكن لا تستعجل ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وترتفع الدعوات فوق فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر هذا الذي يريده بس يا ربي أنا مريض اشفني من مرضي أريد أني أنظر إلى جلدي أراه جلدا عاديا ما في جدري أريد الناس ألا يتأففوا من مخالطتي والنظر إلي بس يا ربي اشفني من مرضي حتى أقدر أشتغل وأعيش مع الناس لكنه يتعامل مع رب كريم ولذلك قال الله فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين شفى أيوب عليه السلام لما خرج ليقضي حاجته أو يغتسل أوحى الله تعالى إليه أركض برجلك يعني أضرب برجلك في الأرض فضرب برجله في الأرض فنبع الماء هذا مغتسل بارد وشرب هذا دوائك دوائك تحت رجلك الآن أنت عندك مشكلة في الجلد اغتسل ويذهب هذا الإشكال كله واشرب من هذا الماء لأن سبب الجدري كما تعلمون هي أساسا فيروسات في داخل الجسم فاشرب من الماء هذا مغتسل بارد اغتسل به وشراب واشرب منه وهذا أيضا يؤيد ما ذكره بعضهم أن الاغتسال بالماء البارد المعتدل قالوا هو أنفع للجلد من الاغتسال بالماء الساخن ليس الماء الثلج لكن الماء البارد المعتدل فاغتسل عليه السلام وشرب من الماء وزال عنه مرضه فورا ثم جاء يمشي ذكر بعض المفسرين يعني أمورا أخرى قالوا أنزل الله عليه حلة من الجنة نحو ذلك يعني ليتزين بها لكن الذي يعنينا هنا دعاؤه الذي دعا به أن يزيل الله مرضه وزال المرض مباشرة فأقبل يمشي عليه السلام فلما جاء يمشي لقيته امرأته فقالت له يا عبد الله أما رأيت عبد الله المبتلى هاهنا تبحث عنه فقال من قالت نبي الله أيب الرجل المبتلى ما رأيته فإنك والله أشبه الناس به فقال أناه قالت لا تسخر بي لا تسخر بي ما هي صار لها الآن سنوات وهي تراه على مرضه وترى جلده ووجهه كله مصاب بالجدري فقالت له لا تسخر بي قال أنا والله أيوب قد شف الله تعالى مرضي فشف الله تعالى مرضه بصبره عليه السلام بقي على أيوب القسم الذي أقسم به على امرأته هل ينفذ هذا القسم أم لا وكيف جعل الله تعالى له مخرجا والآن حلف أن يضربها مئة صوت طيب هذه المئة صوت الآن كيف سيضربها بها ما هو المخرج له من مثل هذا فقال الله تعالى له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إنه رجاع إلى الله إنه يعلم أن لا ملجأ له ولا مفر له إلا إلى الله يعلم أنه لا باب يطرق ولا باب يبكى عنده ولا باب يوقف عنده إلا باب الله ولذلك قال الله تعالى نعم العبد إنه أواب إنه رجاع إلينا إنه أواب يرجع إلينا كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين يعني الضحى حين ترمض الفصال يعني لما يأتي قبل الظهر بساعة ساعة ونصف تشتد الشمس وفصال الإبل التي تكون الإبل الصغار التي تكون في الشمس جالسة لما تشتد الشمس تقوم إلى الظل لما تصيبها الرمضاء فقال عليه الصلاة والسلام حين ترمض الفصال فأوحى الله تعالى إليه أن خذ ضغثا الضغث هو الذي ينبت فيه الرطب في النخلة ويكون له أعوات متعددة أنت قد أقسمت أن تضربها مئة ضربة مئة صوت هذا الضغث الذي أخذته من النخلة فيه مئة عوت خذه واضربها به مرة واحدة هذا كمخرج أن لا يحنث أيوب عليه السلام في يمينه وأن ينفذ يمينه الذي أقسم بها وأن لا تتضرر تلك المرأة التي خدمته وبقيت معك المفسرون لما تكلموا عن قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث يعني لا تفسد يمينك لا تحنث نفذ يمينك تكلموا عن مسألة الحيل والمخارج الفقهية يعني مثلا إنسان في رمضان وأراد أن يأتي أهله مثلا يأتي امرأته فقاموا وقال اركبي معي ومسك لخط طريق سفر ثم أتاها ثم رجع قال أنا والله مسافر وهذا السفر يبيح لذلك هل يجوز مثل هذا الفعل أن يسافر لأجل أن يفطر أم أن السفر إذا جاء عارضا وأفطر ما فيه بأس لكن ما يجوز يسافر لأجل أن يفطر الحيل تنقسم إلى قسمين كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره منها حيل محرمة وهي الحيل التي فيها نوع من الاحتيال على الشريعة والتلاعب بها ويأتي الإنسان أحيانا ربما يسقط بها واجبات أو يحل المحرمات أو يقلب الظالم إلى مظلوم والحق باطلا والباطلة حقا هذا ما يجوز التلاعب بالحيل الشرعية ما يجوز لكن هناك نوع من الحيل إذا كان فيها إخراج للإنسان من مشكلة دون أن يكون في مضره مترتبة عليه فلا بأس مثال ذكروا أن أبا حنيفة أقبل إليه رجل يوما يضرب عليه الباب في منتصف الليل فقالوا له أهله قالوا الله أبو حنيفة نايم قال أخرجوه إلي إني في أمر جلل فأيقضوا أبا حنيفة وخرج قال يا إمام إني قد اختلفت مع امرأتي فخاصمتني وهجرتني ما تكلمني سكتت حاولت فيها تكلمني تكلمني وهي ساكتة فقلت لها إن لم تكلميني قبل الفجر فأنت طالق والآن ما بقي على الفجر إلا نصف الليل وأنا ما أريد أني أطلقها فقال له أبو حنيفة هذا الآن يحتاج إلى مخرج فقهي فقال له أبو حنيفة اذهب إلى المؤذن مؤذن مسجدكم وقل له أن يأتي إلى قريب من بيتك ويأذن الآن يأذن لا يأذن في المنارة حتى ما يتورط الناس اللي بيصوم اللي بيصلي الفجر لا خليه يجي أذن قريب من بيتك وهي تعرف صوت المؤذن ما هي تسمعك كل يوم فإنها إذا سمعت المؤذن ظنت أنه قد طلع الفجر وفي الحقيقة هو يأذن أذان لا تأثير له لأن أذان في غير وقت الأذان زي الآن أنا لو أذنت الآن ما نقول والله أذن الفجر لا ما بعد جاء وقت الفجر تؤذن ولا ما تؤذن فقال حسنا فذهب إلى المؤذن وأقنعه قال والله هذا كلام أبو حنيفة أرجوك فازعه معي اليوم دمر أسرتي فجاء المؤذن معه واقترب من بيته وأذن فلما أهج عندها يترجاها تكفين الله يخليك يعجلي بيأذن ما بقى وفي السابق ما عندهم ساعات ما بقى على الفجر لشوي لا تورطيني وهي مبسوطة تقول بس متى يذن وتطلق فلما سمعت الأذان قالت الحمد لله ها أنا قد طلقت منك فماذا تريد مني الآن فقال والله هذا يأذن ترى يعني إحنا لعبين عليك يا أصلا هذا ما هو بذان الفجر وقد كلمتيني فلم يقع الطلق هذا ذكروا قالوا هذا من الحيل ذكرها ابن القيم وغيره قالوا من الحيل الفقهية وقالوا هي التي لتخليص إنسان من مشكلة أو نحوه لا بأس أن يعملها ذكر كذلك ابن القيم عن بشر ابن الوليد قال كان في جوار أبي حنيفة شاب صالح فتعلق هذا الشاب بفتاة يعني ما بينه وبينه علاقة محرمة لكن أحب أن يتزوجها فخطبها إلى أهلها مرارا فأبوا عليه فكاد قلبه أن ينقطع فقالوا له نزوجك لكن بمهر كذا وكذا وذكروا له مهر عالي جدا وما عنده فذهب إلى أبي حنيفة قال يا إمام أنا أفكر في الفتاة ليلا ونهارا وأنا أريد أني أتزوجها لكن أهلها طلبوا مني مهرا عاليا جدا مهر عشر نساء وليس امرأة واحدة فأنا ماذا أصنع الآن فقال طيب ابحث عن من يشفع لك عندهم ابحث عن من يتوسط قال والله ما قبلوا أحدا فقال أبي حنيفة فاذهب وعدهم قل خلاص وافقوا أنتم بس والفلوس جاهزة فذهب الشاب وقال لهم أبد أنتم موافقين إذا الفلوس جاهزة قالوا نعم قال أبد الفلوس جاهزة قالوا أجل عقدك بكرة فلما جاء من غد الصباح أقبل إلى أبي حنيفة قال أنت وردتني يا أبا حنيفة قال كيف قال اليوم بعقد العصر عقدي ولازم آتي بالمال معي وأنا ما عندي شيء وبعدين المال كثير فقال أبو حنيفة اذهب وتسبب يعني اقترض وأعطيهم المال قال طيب أتورد قال أنت أعطيهم المال وتملك اعقدوا بعدين تعالي فذهب الشاب وتسلف المال وجاءهم بهذا الذهب الكثير ووضعه بين أيديهم اعقدوا لي على البنت فعقدوا له الزواج ثم رجع إلى أبي حنيفة قال يا أبا حنيفة أنا سأسجن بسبب المال أنا الآن عقدت على البنت لكن هؤلاء سيطالبوني بالمال وأنا ممكن أسجن بسبب حتى أؤديه قال أنت عقدت عليها قال نعم قال اذهب فأظهر لهم أنك تريد سفرا بعيدا تلبث فيه سنوات وأني بأخذ زوجتي معي من حقي خلاص المرأة الآن في ذمتي ومن حقي أني أسافر بزوجتي إذا هي موافقة خلاص أنا أذهب بها ويتحبني وأنا أحبها فجاء إلى البنت وقال يا الله اطلعي معي أنت زوجتي وبدأت تجهز عفشها وين قال والله بسافر بلد آخر باشتغلي كذا سنة أنا والبنت طيب كيف بنتنا ما نريدها تخرج من البلد قال والله هذه زوجتي شرعا وأنتو ما اشترضتوا علي أن لا أخرج بها من البلد ما في شرط هذه زوجتي شرعا وأنا عقدت الآن عليها خلاص اطلعي بس يا بنت طلعي فقالوا نشتكيك عند أبي حنيفة قال روحوا لأبي حنيفة فجاءوا إلى أبي حنيفة قال يا أبا حنيفة هذا واحد تزوج بنتنا ما يدروا أن أبو حنيفة عنده القصة كلها قالوا هذا واحد تزوج بنتنا والآن يريد أن يخرج بها ونحن ما نتحمل أن البنت تطلع ما ندري متى ترجع لنا في السابق ما في وسائل تواصل ولا شيء فربما تذهب البنت ولا يرونها بعد يومهم هذا خلاص فقال أبو حنيفة والله هذا من حقه قالوا إلا والله يا أخي الرجل يحبها ودفع فلوس كثير قال طيب تريدوني أتوسط أتوسط لها أنه يعني يبقى ما يسافر بها قالوا نعم قال أجل لازم تعطوني الشيء ترجعوا له يعني تحفظون عندكم المهر العادي وترجعوا له الزايد أنتوا شديتوا على الولد المهر العادي مثلا ألف أنتوا أخذتم منها عشرة آلاف رجعوا تسعة آلاف قالوا رجع له بس يخلي بنتنا عندنا يعني يتزوجها لكن تبقى في البلد فأنا داهب وحنيفة وقال لها رجع لهم تسعة آلاف ويبقى عندهم ألف وخلاص بيرجعون لك وخلي البنت عندنا يعني خلاص ابقى أنتوا إياها في البلد فقال الولد لا 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 أنا أبغى عشرين ألف يعطوني عشرين ألف ولا والله أعجبته الشغلة ولا والله لا أطلع بالبنت قال لا أبو حنيفة يا ولد اذكر الله وخذت تسعة آلاف قال لا لا عشرين ألف ولا والله البنت الصبح ونحن مسافرين قال أبو حنيفة تعال معي على جنب شوية فأخذه على جنب قال اسمع قال نعم قال اقبل التسعة آلاف وإلا جعلت الفتاة تستدين من رجل فلوس ثم تنفقها في شيء تنفقها تتصدق بها مثلا ثم إذا أرادت أن تسافر منعها الرجل من السفر حتى تقضي يدينه ما تقدر تطلعها بعدين أنت قال اسألك بالله هل لا تخبرهم بهذه الحيلة يا أبو حنيفة لا تورطني ولا البنت ممكن تتسلف مال وتتصدق به ولا تنفق في أي شيء ثم صاحب الدين يستطيع أن يحبس المدين ترى يقول له ما تسافر لين تسددني أنا ما أضمن ممكن تموت وانت ما سددتني فقال اسألك بالله يا أبو حنيفة ألا تخبرهم بهذه الحيلة قال جل اذكر الله واغنم السلامة واخذت تسعة تلاف واترك عنك قالوا فأخذها الشاب هذه أيضا ذكروها من الحيل الفقهية التي يعني ذكرها ابن القيم وغيره ذكروا كذلك من الحيل الفقهية أن قاضيا كان له زوجة غيور شديدة الغيرة يعني فيها غيره لو قسمت على نساء الدنيا ربما تسعهم فتزوج امرأة أخرى فلما تزوجها تزوجها بالسر خوفا من غيرة امرأته يعني ربما تتطلق وكذا فمشت الأمور مع الزوجة الجديدة حتى شكت زوجته الأولى أنه متزوج فقالت أنت متزوج قال ما عندي إلا أنت يا ابن الناس أنت متزوج ما عندي إلا أنت وصارت كل يوم تنكد عليه احلف طلقها مدري إيش وما يقدر يحلف ولا يقدر يطلق ما يقدر يطلق يعني الزوجة الأخرى أو يقول كل زوجة غيره كيف هي طالق يورط نفسه فقال طيب إن شاء الله بكرة بعده في يوم من الأيام قال لزوجته الجديدة تعالي عندنا اليوم العصر في البيت قالت كيف أجي عند زوجتك قال نعم تعالي تعالي العصر قولي أنا أبغى الشيخ عندي سؤال أريد أني أستفتيه ودخلي في المجلس واسأليني سؤالك قال طيب ما أسألك قال اسأليني قولين بيني وبين زوجي مشكلة أم لا أي شيء خالد طيب زوجتك ما تعرفني قال ما تعرفك فعلا خرجت امرأته اللي عنده وإذا هذه امرأة عند الباب قالت لو سمحت أنا أريد أكلم الشيخ قالت والله الشيخ رحي إلى في المحكمة قالت لا أنا مسألة طارئة جدا وأنا امرأة عفيفة ولا أريد أن أخرج زاحم الرجال في المحكمة وقد يعرفني أحد ويحصل لي أرجوك تكفين وجعلت تترجاها فصعدت المرأة إلى زوجها وقالت فيه امرأة عندها سؤال قال لا سئلة في المحكمة ليست هنا قال قالت مسكين قال ما في مسكين كل حريم مساكين لا لا ما في أنا ما أنزل ما أطلع لها ولا شيء قل إلا تبغى شيء تروح المحكمة قالت أرجوك وهي ما تدري إنها يطيح على رأس الموضوع كله أرجوك عشاني تعال قالت أبقى معك فجاء ودخل المجلس اللي المرأة ديك جالسة يعني حجابها التام وامرأته مع إيش عندك يا أختي قالت والله أنا بيني وبين زوجي أشياء وأمور وأنا أريد فقال سبحان الله ترى البيوت مليانة مشاكل وكثير من الزوجات يشكون في أزواجهم أترك عنك الشك تخيلي يا أختي هذه امرأتي تظن أني متزوج واحدة ثانية وأنا أقول أقسم بالله ثم أقسم بالله أن كل امرأة لي في غير هالمكان فهي طالق كل امرأة لي في غير هذا المكان فهي طالق قامت حرمته وحبت راسه قالت بيض الله وجهك أنا أبغى هاليمين من زمان الحمد الله اللي الله جابها اليوم ثم خلاص طلع وراح وبات تلك الليلة عند تلك المرأة وامور ماشية هذا من الحيل التي يعني نص ابن القيم رحمه الله لما قسم الحيل الفقهية التي عند الفقهة نص بأن هذا النوع من الحيل أنه لا بأس به إذا كان ليس لإحقاق باطل أو إبطال حق أو ظلم أحد أو ما شابه ذلك إنما هو لحل مشكلة أو نحوه إذا كان مثل هذه المخارج الفقهية فلا بأس عليه في مثل ذلك أخيرا أيضا من باب اللطائف ذكروا أيضا أن القاضي عياض قالوا وكان من أذكى الخلق القاضي إياس وعياض أيضا هو قاضي القاضي إياس قالوا كان من أذكى خلق الله ويقول هو نفسه يعني ذكر عن نفسه عدة قصص من ضمنها مثلا ذكروا أن رجلا جاء إليه يشتكي أن فلانا أخذ منه مالا وأنه لم يعده إليه وأنه كلما جاء إليه جحد المال وقال مالك عندي فلوس ونحو ذلك يعني طامعه في المال ووجحده وربما ما أخذ عليه التوثيق أيضا فجاء يشتكي عند القاضي إياس فقال له القاضي طيب عندك شهود قال مع الأسف ما في شهود قال عندك ورقة بالدين قال والله ما عندي ورقة والمال كثير أنا متورط الآن قال طيب يعني ما في أي دليل قال ما في أي دليل والرجل أعرفه ممكن يحلف بالكذب لو تحلف يا قاضي بيحلف بالكذب يقسم كذبا ويستولي على مالي وأنا والله متورط فقال طيب تعال لبكرة قال طيب فخرج القاضي إياس في نفس ليلته ومر على ذلك الرجل في دكانه سلم عليه كيف الحال وعساك بخير وكذا وأنا يأتيني أموال أيتام كثيرة وكذا وأحيانا أنا أبحث عن شخص أمين أريد أني أضع عندها أموال الأيتام حتى لو شغلها واستفاد منها شوي ما عندي مشكلة بس أهم شي يصير رجل أمين وأنت ما شاء الله رجل أمين وحبيب وعلي وعلي إن شاء الله تعالى في المستقبل إن شاء الله يكون بيننا تعاون وعطاه من هذا الكلام العام ما قال لها أعطيك فلوس لكن أما له أني ممكن أني أتعاون معك في الأمور المالية وذلك الرجل فرح القاضي يحط عندي الأموال هذا يجعل كل الناس يجيبون أموالهم عندي قاضي مدام القاضي خلاص وشكرا يا قاضي وجزاك الله خير فلما كان من غد الصباح مر صاحب المال على القاضي فقال له القاضي اذهب إليه الآن وقل له أعذ إلي مالي فإن قال لك لا فقل له سأشتكيك عند القاضي إنك حرامي فإنك إذا قلت له ذلك سيخاف أن تسوء صورته عندي يعني بيقول لا لا تخربوا سمعتي عند القاضي القاضي الآن بيعطيني أموال وأحفظها وتذهبون تشتكون أني عند القاضي ستتشوه الصورة فهو بضحي ويعطيك فلوسك في سبيل أني يؤمن أني يأتيني أموال أكثر مني قال الرجل طي فذهب إليه سلام عليكم يا أفلان الله يهديك ما هداك الله تعطيني فلوسي فقال أقول لك ما عندي لك فلوس خلاص اذهب قال والله إذا ما أعطيت فلوسي لأشتكيك عند القاضي لأذهب الآن إلى إياس وقول لأنك حرامي قال لا 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 كل شي القاضي كم مالك قال كذا وكذا وآخذ المال وعطاه إياه الرجل راح البيت وبعد أيام إياس ما مر على هذا الرجل هم أمل كل يوم كل ما رأى واحد مر في الشارع يقول يمكن هذا القاضي جاب لي فلوس فجاء إلى القاضي وقال يا قاضي تأخرت أموال الأيتام فقال وهل أنا مجنون يا سارق أن أعطيك أموال الأيتام الحين سرقت أموال اللي ما هم بأيتام الرجال الكبار كيف نتمنك على أموال الأيتام فهذا أيضا من الحيل الفقهية التي ربما احتال بها بعض القضاة أو الفقه لأجل استخراج الحق ممن جحده أخيرا اليمين الذي أقسمها أيوب عليه السلام لما أقسم على امرأته هل كل يمين النافذة أيوب عليه السلام أقسم وهو غاضب واليمين إذا كان الإنسان غاضبا وخرج من طوره بعض أنواع الغضب ربما الإنسان بسببها يعني يتصرف تصرفات كالمجنون وهذا تعلمون حيانا بعض الناس ربما مع شدة الغضب جواله اللي شاريه ألفين لثلاثة ألاف ربما كسره وبعدين يندم يقول يا أخي كسرته وأنا لست في عقلي أو ربما أمام شاشة التلفزيون أو كمبيوتر أو كذا أو بعض أولاده ربما طعن ولده من شدة الغضب وبعدين يقول أنا 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 كنت في عقلي ولذلك يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق قيل الإغلاق هو الإكراه وقيل شدة الغضب إلى درجة أن النسان لا يعقل وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يتلاحيان يعني كل واحد يرد على الثاني بينهم خصومة وأحدهما قد اشتد غضبه إلى درجة أنه يزبت يعني ما عنده وقت يبلع ريقه وبالتالي الريق اللعاب يطلع من فمه مثل الزبد من شدة الغضب مثل البعير إذا هاج وغضبه بدأ يزبت وإن الإنسان لو كان يبلع ريقه بهدوء ما أزبت لكن مع شدة الصراخ والغضب ما عنده وقت يبلع الريق فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد يذهب عن كلها الفورة من الغضب قال بعض الصحابة ما هو يا رسول الله ماذا يقول قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب السؤال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له مباشرة قول أعوذنا الشيطان الرجيم لأن عليه الصلاة والسلام يعلم أن مع شدة الغضب ممكن يسب الله تعالى أو يسب من يأمره بهذا مع شدة الغضب فهذا رجل من الجالسين ذهب إلى هذا الغضب وهو صارخ وقال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم يقولها من الشيطان الرجيم التفت إليه وقال أتراني حمارا أنا حمار من شدة الغضب ما عقل واشتبغان يقول فأحيانا بعض الغضب يخرج بالإنسان من طوره ذكروا أن اليمين في هذا الحال لا تؤثر والطلاق لا يؤثر إذا خرج من عقله إذا وصل إلى درجة أنه ما يعقل ماذا يقول قالوا لا يؤثر يمينه ولا إقراره يعامل كالمجنون يعني هذا من أحكام اليمين فإذا كان الإنسان في شدة غضب قالوا لا ينعقد يمينه أصلا أو قالوا والله ما أزورك والله ما أكلمك والله لا أتصل بفلان الآن ثم لما هدأ قالوا والله يا جماعة ما كنت أدري ماذا أقول والله ما أدريت أني طلقت فلانه ما أدريت أني طلقتها والله ما أدريت أني حلفت يا أخي والله ما أدري أن تكلمني الآن بأشياء أنا ما أذكرها فهذا الغضب هذا اليمين لا ينعقد وذكروا كذلك قالوا اليمين اللغو يدخل فيها أشياء مثل ما قالت عائشة هو قول الرجل نعم والله ولا والله أي لو قال لك واحد مثلا الليلة تمرني تمرني في البيت أو تتعشى عندي أو كذا فقلت إي والله جايك ثم لم تأتيه هل يلزمك كفارة يمين لأنك قلت إي والله لا ما يلزمك لأن كلمة والله هنا جرت على سبيل الكلام والحديث والسوالف لم تقصد اليمين وهو أيضا لا يفهم أنك حلفت لكن لو أن قلت له نعم سأتيك قال والله أنا لا أثق في كلامك أنا ترى بسوي عشاء وبخلي الزوج ستعمل عشاء ابتجي أكيد قلت بجي قال حلف قلت والله آتيك آه هنا يمين منعقدة لأن المقصود بها اليمين ليس ليس سوالف إي والله بروحي والله بجي والله ما شفته والله رأيته لا المقصود بها اليمين هذه اليمين منعقدة يمين اللغو يدخلون فيها ما لم يقصد به اليمين إذا قصد به الإكرام كان الشيخ ابن عثيم الرحمه لا يفتي بهذا يعني لما واحد يقول لك والله ما تحاسب مثلا في بقالة أو مطعم أو كذا فأردت أنك تحاسب قال والله ما تحاسب والله ما تحاسب ثم حسبت مثلا لا يلزمه هو كفارة يمين لأنه لا يقصد اليمين يقصد إكرامك ومثل اللي يصب لك قهوة مثلا وقال لك يشرب فنجال قلت لأ قال والله أنت أخذ فنجال فقلت لا وحط الفنجال على جميع خراس هذا ما يلزمه لا يلزمه كفارة ونقول حلف كان الشيخ ابن عثيم الرحمه الله يقول إذا قصد بها الإكرام ولم يقصد اليمين قصد بها الإكرام فإنه فإن هذا لا يؤثر هذا من أنواع اليمين اليمين المؤكدة هي اليمين التي تكون على شيء ماضي أو مستقبل يقول والله قد رأيت فلانا هذا يمين والله سأذهب إلى فلان هذا كلها أيمان اليمين الغموس هي من الكبائر وهي اليمين التي يقسم بها على أمر ماضي وهو كاب يقول والله أن فلان هو الذي دخل هذا البيت وهو كذاب ويعلم أنه كذاب والله أن فلان اشترى سيارة والله أني مريت فلانا اليوم العصر وهما هو موجود في بيته هو كذاب هذه اليمين الغموس قالوا تغمس صاحبها في جهنم وهذه لعظم خطرها حتى كفارة ما فيها كفارة عادة الكفارة تشرع لأجل أن يغفر الله لك الخطأ اعمل كفارة لكن هذه ما فيها كفارة لأنها من الكبائر وهي من أعظم الكبائر قرنها النبي صلى الله عليه وسلم مع أكبر الكبائر قرنها مع الإشراك بالله وعقوق الوالدين ونحو ذلك من أنواع الكبائر بقي ثلاثة أربع فوائد حول اليمين بس أعطيكم إياها كذا على عجل اليمين عند الخصومة هي على نية المحلوف له وليس على نيتك مثال واحد عند القاضي وقال له القاضي هل أخذت مال فلان احلف أن فلان ليس له في ذمتي كمان مثلا واحد مثلا سلفت منه أنت ألف ريال ولم تعيدها إليه في اشتكاك عند القاضي فما في بيّنة ما في شهود ما في إلا الحلف فقال لك القاضي احلف أنك ما أخذت منه ألف ريال فقلت أنت والله العظيم أني ما أخذت منه وتقصد ما أخذت منه مليون مثلا هذا ما يجوز إذا كانت اليمين لأجل شخص معين فهي على نية المحلوف له على ما يقصده هو ليس على ما تقصده أنت فما تقول والله أنا طلعت منها عند القاضي أنا ما أخذت من مليون أنا أخذت من ألف نقول هذا ما يجوز في الخصومة يجب أن تكون اليمين صريحة ولا يجوز ولا يقبل فيها ما تضمره أنت في نيتك الاستثناء في اليمين طلعك منها لو قلت واحد مثلا قال لولده ترى إذا بكرة ما داومت في المدرسة والله لا أفعل بك كذا إن شاء الله قولك إن شاء الله يلغي اليمين خلاص يعني لو ولدك ما داوم لا يلزمك أن تفعل به ما توعدته به مثلا لو قلت مثلا بأخذ جهازك اللي تلعبه ولا أضربك أو خلاص مدام قلت إن شاء الله خلاص اعتبر اليمين ملغية ومثل أحيانا تقول واحد تعشى عندي الليلة فيقول لك والله تقول والله ان تعشى عندي إن شاء الله إن شاء الله هذا يطلعك من المشكلة دائما حرصوا عليها إن شاء الله ومثلها كل أنواع الاستثناء مثل إن شاء الله إن يسر الله تقول والله لجيك إن يسر الله والله لأعطيك إن يسر الله إذا استثنيت إن يسر الله أعطيتك وإن لم يسر ما أعطيتك خلاص اليمين ما عد لها تأثير هذا الاستثناء إن شاء الله إن يسر الله بعون الله بإذن الله إلا أن يشاء الله ونحو ذلك هذه كلها من الأيمان كلها من الاستثناء إذا حلفت على شيء ونسيته قلت والله ما أركبها السيارة ثم نسيت يوم الأيام مركبت لا يلزمك كفارة والله ما أشرب حليب فرضا ونسيت يوم لي ومشرفت حليب فرضا أو والله ما ألبس غترة والله إذا فعل ما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا ليس عليه كفارة إبرار المقسم واجب وقال بعض العلم الاستحباب والصحيح أنه الاستحباب إبرار المقسم ما مثل اللي يقول لك والله تشربها الشاهي والله يقول من الأدم مع المسلم أن تبر بقسمه أن تبر بقسمه مدى ما في مضرة عليك لكنه ليس واجب مستحب ولذلك أبو بكر لما رؤيت رؤية وقال أبو بكر يا رسول الله ائذن لي أن أعبرها قال عبرها فعبرها أبو بكر ثم قال يا رسول الله أصبت أم أخطأت فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا إيش قال أبو بكر يا رسول الله إيش أقسمت عليك لتخبرني بما أخطأت به الحين حلف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم ولأ علم لا تقسم فلم يبر النبي صلى الله عليه وسلم بقسمه ولذلك قالوا الإبرار بالمقسم مستحب وليس أمرا واجبا لو حلفت على غيرك أن يفعل كذا ولم يفعل يلزمك أنت الكفارة لا يلزمه لو قلت والله ما تدخلها البيت فدخله يلزمك الكفارة أنت اللي هي طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحليل رقبة لو حلف عدة أيمان لو قال والله ما أشرب هذا الماء ولا أستعملها الميكروفون ولا أجلس على هذه الطاولة ثم حنث فيها كلها شرب الماء وأستعمل الميكروفون وجلس الطاولة لا يلزمه إلى كفارة واحدة لأن اليمين واحد لكن لو قلت والله ما أستعمل الميكروفون ووالله ما أشرب الماء ووالله ما أجلس على الطاولة فهنا كل واحدة منها عليه يمين الفاض اليمين المعروفة هو الله وبالله وتالله أو بأسمائه وصفاته وعزة الله ونحو ذلك هذه من اليمين أيضا الوضع اليد على المصحف عند اليمين هذه لا أصل لها وليس عليها دليل وهم يقصدون بها التغليض عليه مثلما كانوا في السابق إذا أراده يحلف جاءوا به عند الكعبة مثلا من باب التغليض عليه والملاعنة بين الرجل وامرأته إذا اتهمها بكذا فقالوا تقام في المسجد من باب التغليض وتعظيم الأمر فبعضها العلم يقول لا بأسا يضع يدعو المصحف ويحلف من باب التغليض عليه وقال بعضهم لا هذه لم يرد فيها شيء في الشرع كلمة حلفت عليك هل تعتبر يمين لو قلت حلفت عليك أن تشربها الشاهي يا أخي حلفت عليك ما تقولها الكلام هذه ليست يمين اليمين هو القسم بأسماء الله وصفاته والله وبالله وعزة الله ونحوه أما حلفت عليك تراي حالف عليك ونحو ذلك هذه لا تعتبر يمين وكذلك أقسم عليك بعضها العلم يقول ليست يمين إلا إذا قال أقسمت عليك بالله وممن يفتي بهذا شيخنا العلامة الشيخ من جبري رحمه الله مثل أقسم 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 أن تفعل كذا شهدت أن تفعل حلفت أن تفعل كل هذه من غير ما يقول بالله بعضهم يقول أنها يمين وبعضهم يقول ليست يمين الحلف بالطلاق مكروه لكن فتوى أهل العلم أكثره العلم أنه إن قصد الطلاق وقع لو قال علي الطلاق إن حصل كذا وكذا وهو يقصد إن امرأة طالق فتقع طلقه أما إذا ما جاء في باله الطلاق أبد ولا فكر فيه بس من باب اليمين فهي يمين كذلك كلمة علي الحرام علي الحرام إن تفعل كذا قالوا هذه تعتبر يمين يا أيها النبي لما تحر ما حل الله لك ثم قال الله بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فعدها الله تعالى يمين كذلك يمين بالله هذه تعتبر يمين أخيرا كفارت اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم والإطعام إما أن يصنع طعاما يكفي عشرة مساكين ويدعو عشرة مساكين ويطعمهم مرة واحدة وإما أن يشتري طعاما لعشرة مساكين ويأتي يمر في الطريق إذا رأى له مسكينا مثلا اللي يكنس الشارع أو كذا تعال يا أخي تفضل هذا كيس هذا غداك اليوم ويعطيهم إما غداء ولا عشاء ما يعطيهم مثلا خبزة وعصير يقول والله هذا أنا أطعمت لا يعطيه ما يسمى وجبة يعني ربما الوجبة بسبعة ريال ثمانية ريال يعني عشرة كلفة سبعين ريال تقريبا أو يشتري ما يكفي عشرة نيئا يعني رز ودجاج ويعطي عائلة فقيرة خلاص يأكلون في يوم ولا في عشرة أيام أهم شيء أن يكفي عشرة فهذا فيما يتعلق بكفارة اليمين أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول في يتبعون أحسن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر